ايها الافاضل شهر شعبان شهر فضيل يغفل عنه كثير من الناس وكأني ارى ان الله جل وعلا قد جعله مقدمة حقيقية لتهيئة القلوب والنفوس والارواح بل والابدان لشهر رمضان توطئة كريمة وتهيئة جليلة تقبل فيه على رمضان اقبالا يليق بمكانة الشهر المعظم تهيئ فيه نفسك للصيام كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في رمضان حتى ورد في رواية في صحيح البخاري كان رسول الله يصوم رمضان يصوم شعبان كله ولفظت كله كما قول علماء الاصول خرجت مخرج الغالب اي غالب ايام هذا الشهر الفضيل يقيد هذا النص المطلب هذا النص المقيد او المقيد في صحيح مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان الا قليلا وانت الان في اول ايام الشهر الفضيل فعاهد ربك من الان على ان تقبل على هذه العبادة العظيمة وعلى ان تجدد الاوبة والتوبة وان تحرص من اول ايام الشهر ان تستعد استعدادا خاصا لاخر هذا الشهر الذي سترفع فيه الاعمال الى الله فهل يا ترى هل اعددت من الاعمال ما تسعد ان يرفع في اخر هذا الشهر الى الله هل انت مستعد لان ترفع اعمالك الماضية في اخر هذا الشهر الى الملك جل جلاله كيف يكون حال الواحد منه لو تعرض لاشكال ما وحدد له يوم للمثول وحدد له يوم للمثول امام قاض من قضاة الدنيا يا ترى قبل موعد هذا اللقاء والمحاكمة بكم يفكر الانسان ويخطط ويبحث عن من يدافع عنه ويبحث عن دراسات جدوى لا اقول عن دراسة جدوى بل عن دراسات جدوى وماذا سيقول وما الذي سيقال له الى اخر هذه الحالة النفسية المؤلمة المزعجة المقلقة التي يعرفها كل واحد مننا لكن انا اذكرك الان واقول هل انت مستعد ايها الوالد وايها الابن العزيز هل انت مستعد لان تعرض اعمالك على الله جل جلاله في اخر هذا الشهر فقد نغفل كثيرا عن عرض الاعمال الى الله كل يوم نغفل نأكل ونشرب وننام ونستيقظ الى العمل ونعود لننام ولنأكل ولا يفكر كثير منا في عرض عمله اليوني على الرب العلي كما في صحيح مسلم من حديث ابي موسى الاشعري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يخفض القصط ويرفعه يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل هل تفكرت في هذه يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه منتهى اليه بصره من خلقه والله لقد كان تفكير السلف في عرض اعمالهم على الله يقلق احدهم قلقا بالغا الى حد البكاء الذي يفلق الكبد. ولكن لقصوة القلوب الا من رحم علام الغيوب صار التذكير بعرض الاعمال على مالك الملوك وملك الملوك لا يحرق الا قلوبا قليلة تمتلئ بجلال الله وخشية الله وتعظيم الله أسأل الله